ولينا يا باشا بقى عن تقويم الأسنان فكر الناس كده بسرعة يعني إيه تقويم أسنان وبعدين نتكلم عن موضوعنا إن شاء الله بداية نفكر الناس بتعريف تقويم الأسنان هو علم من علوم طب الأسنان يهتم بدراسة مشاكل الوجه والفكين تشخيصها ومشاهدة المشاكل الموجودة ثم معالجتها فيما بعد وقلنا إنه هو بيبقى من المنظور الضيق اللي هو تصليح وجاج الأسنان إلى المنظور الواسع اللي هو ربط شكل الأسنان بشكل الوجه عموما ده تقويم الأسنان وتقويم الأسنان زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت قولنا المجال بتاعه مفتوح وكبير جدا وهنتكلم عنه في حلقات متتالية إن شاء الله اللي النهاردة بنحاول إن احنا نوعي الناس زي ما وقت في الانترو إن احنا هنتكلم من أول يعني إيه تقويم أسنان لغاية ما نعرف في الناس إزاي نعالج المشكلة المتعلقة بالفك والأسنان بشكل مرضي للمريض ومرضي أيضا للطبيب إن شاء الله نعلم الناس وانت وعدتنا أن احنا هنعمل سلسلة من الحلقات إن شاء الله إن شاء الله نصل إلى ذلك إن شاء الله بداية يبقى احنا هنبدأ نتكلم على أول مرحلة من مراحل تقويم الأسنان في خلال المرحلة دي مطلوب من الأب ومطلوب من الأم مشاهدة شكل أسنان الطفل علشان يقدر يعرفه هو محتاج تقويم ولا مش محتاج أول مرحلة عندنا من المراحل اللي بنتابع فيها الطفل هو صغير هي مرحلة وجود الأسنان اللبنية دي المرحلة الأولى بعدها في مرحلة اللي هي تبدأ من سدن 6 شهور يا دكتور حسين نتكلم عنها ونعرفها المرحلة الثانية هي مرحلة وجود الأسنان المختلطة اللي هي بيبقى فيها جزء من الأسنان اللبنية مع الأسنان الدائمة عشان كده بيسموها وبعد كده مرحلة الأسنان الدائمة اللي بيبقى فيها مرحلة الأسنان الدائمة اللي موجودة فقط لغين لما نتكلم على تعريف المرحلة بتاعة الأسنان اللبانية نقول هي المرحلة اللي بيبدأ فيها الطفل في التسنين بدءا من شهرين من خامس شهور ونص ست شهور إلى سنتين ونص لثلاث سنوات دي بتبقى المرحلة اللي بتتكون وتطلع فيها الأسنان اللبانية معنا صور على الشاشة يا بيشا؟ تنتهي المرحلة الخاصة بالأسنان اللبانية عند خامس سنوات ونص لست سنوات مع بداية ظهور الأسنان الدائم صورة اللي موجودة قدام إننا بتوضح شكل الأسنان اللبنية وترتبها ومن أهم الحاجات في المرحلة دي إن الأب والأم بيلحظوا إن الأسنان اللبنية طبيعية في الشكل وطبيعية في العدد يعني شكل الأسنان موجودة بكامل عدد وللأ هم المفروض يبقوا عشرة فوق وعشرة تحت إجمال عدد الأسنان اللبنية في بوق الطفل المفروض يكونوا عشرين عشرة في الفك العلوي وعشرة في الفك السفلي والفراغات اللي احنا شايفينها ما بين الأسنان دي فراغات بنقول عليها فراغات طبيعية في مرحلة التسنين الأولانية في ناس دايما السؤال ده بيجلنا كتير قوي في العيدات ناس تقول طالما أسنان ابني مفرغة بالشكل ده هل برضو في الأسنان الدائمة بالضرورة أنها تبقى برضو فيها نفس الفراغات دي أطمنهم وقلوهم أن وجود الفراغات بين الأسنان اللبنية بالحد المسموح بين 2 إلى 3 ملي ده مؤشر من مؤشراتנס الأسنان الدائمة لما تأتي بعد كدا هيبقى مفيش عوجاج ولا احتياج لتقييم الأسنان يعني دي حاجة كويسة يا دكتور آه أما لو كانت الأسنان ملتسقة جانب بعضها ومفيش فراغات بينها وبين بعضها ده بيكون مؤشر لدكتور الأسنان أو لدكتور التقييم أن ده يحتاج تقييم أسنان فيما بعد بس في المرحلة دي يا دكتور حسيني أنت حقيقة تقول ده الشكل الطبيعي لشكل الأسنان في المرحلة دي شكل طبيعي للأسنان اللبنية في حدود من 2 إلى 3 ملي مش أزيد من كده طيب فيه ليس بيبقى عندهم حاجة اسمها الليبلفرينام أو الشنكل اللي هو موجود في الشفة العلوية نقول عليها اسمها الدلاية الدلاية اللي بتبقى نازلة من الشفة العلوية لبين القاطعين العلويين أو ما بين الشفة السفلية والقاطعين السفليين الدلاية دي لها مكان معين بيبقى موجودة فيه ممكن تبقى أحيانا في ملتسقة في مكان أعلى من الطبيعي أو أقل من الطبيعي لما بتكون موجودة هي بتزود الفرق ما بين السنان أو بتعمل حاجة اسمها فراغ في منتصف الأسنان اللي هي بيسموها الفلجة الميدان دياستما أو الفلجة الفلجة دي ممكن تكون طبيعية إلى مرحلة ظهور الأنياب الدايمة لكن بعد ظهور الأنياب الدايمة بتبقى مش طبيعية بتبقى مرحلة بتبقى حاجة مرضية ومحتاجة أن هي تتعالج يعني الوفوط تتعامل بدري ولا تتعامل بعد تبديل الأسنان في مرحلة الطفولة ولا إيه إحنا بنتكلم عليها أن هي فيسيولوجية موجودة عند الطفل أو الطفلة إلى مرحلة ظهور الأنياب الدايمة بعد ظهور الأنياب الدايمة لو هي موجودة الفلجة دي بتبقى دي حالة مرضية محتاجة أن هي تتعالج وعلاجها بيكون جراحي وجراحي عن طريق المشرت تدخل الجراحي العادي أو عن طريق أن هي بتترفع ليزر دا أو دا يبقى دي الفراغات الموجودة في الأسنان الطبيعية في المرحلة الأولانية طب أنت حيث بتقول أنا كأب أو أم المفهود أنها تبص على أسنان ابنها أو بنتها في المرحلة دي فتلاقي أسنانها منتظمة بالشكل دا دا بس اللي أنا ببص عليه ولا فيه حاجة تانية؟ أبص على انتظام الأسنان وعلى شكل الأسنان وعددها وداء أنا على كده أبدأ أتواجه لدكتور الأسنان تاني حاجة لازم نبص عليها جدا في مرحلة الأسنان اللبانية هو وجود العضة الأمامية المفتوحة العضة الأمامية المفتوحة زي ما هو معروض قدامنا على الصورة دا شكل من أشكال سوء الإطباق أو العيوب اللي موجودة بين الفكين العلوي والسفلي في مرحلة الأسنان اللبانية يعني الأسنان بتبقى قفلة من وراء بابروده عشان الناس يبقى معينا يعني الناس يطرش مننا أسنان قفلة من وراء ومفتوحة من قدام الأسنان علشان كده بيسموها العبدة الأمامية المفتوحة بيبقى أسنان الطفل قدام مفتوحة بالشكل ده واللسان واخد وضع ما بين الأسنان زي ما هو ظاهر في الصورة ودي بيبقى شكلها واضح تماما ومش محتاجة بقى ساعتها ان احنا نقول لا على طول تتحرك الأم أو الأب يروح لدكتور تقويم الأسنان بحيث ان هو يبدأ يتعامل مع الحاجة دي والعبدة الأمامية المفتوحة لها مراحل هي في المرحلة بتاعت الأسنان اللبنية يعني الأسنان المختلطة لأسنان الديم يعني في مرحلة الأسنان اللبنية عظم الكتب والأبحاث بتقول انها بتبقى سهلة في التسلح لوحدها ولكن مع المتابعة والأبزيرفيشن ده مهم جدا علشان ما نلاقيش ان هي بتنتقل معنا من مرحلة الأسنان اللبنية لمرحلة الأسنان الديم ونعالج السبب إذا كان السبب هو وضع الصباح أو مص الصباح يبقى أنا أخل الطفل ده يبطل العادة دي لو وضع الألم داخل الفم أخليه يبطلها لو تضخم في اللوز ومشاكل من اللحمية يروح لدكتور الأنف والأذن يعالج المشكلة دي